السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزائي طلاب والطالبات في مطلع دروسنا للفصل الثاني درس الدوال الأوسية اليوم إن شاء الله رح نتعرف على شكل الدوال الأوسية وكيف تمثيلها كذلك سنتعرف على عامل النمو وعامل الإضمحلال رح نشوف إن شاء الله الفرق فيما بينهم وكيف يتم معالجتهم في حل المسائل أتمنى لكم دائماً وأبداً متابعة طيبة دعونا نتعرف على محاور الدرس ابتداءً طبعاً المحور الأول سنتكلم عن تمثيل دال الأوسية عندما يكون الأساس أكبر من واحد وهذا إن شاء الله رح نتكلم عنه بعد قليل بعد ذلك سنتكلم عن تمثيل دال الأوسية إذا كان الأساس أقل من واحد ثم نتكلم عن تمثيل دوال النمو الأسي بيانياً وتمثيل دوال الإضمحلال الأسي بيانياً ونختم بتحويل التمثيلات البيانية اللي هي الانسحاب والانعكاس والتمدد اللي إن شاء الله راح نراها بإذن الله تعالى في الأمثلة فيالينة اللي يحب يتابع معنا بشكل جيد يراجع الدرس الخامس في الفصل الأول اللي تكلمنا فيه عن الدوال الأم والتحويلات الهندسية نبدأ على بركة الله ونقرأ معهم فقرة لماذا قد تبدو عناكب الرتيلا مخيفة بأجسامها الكبيرة المغطات بالشعر وأرجولها الكبيرة ولكنها غير مؤذية للإنسان ويبين التمثيل المجاور الزيادة في أعدادها عبر الزمن لاحظ أن هذا التمثيل ليس خطيا وليس تربيعيا وإنما يمثل الدالة Y تساوي ثلاثة ضرب اثنين أس إكس والتي هي مثال على الدالة الأسية فلو جئت سألت نفسي سؤال ماذا نقصد بالدالة الأسية الدالة الأسية هي اللي يكون المجهول فيها موجود على الأس لاحظ أنها Y تساوي ثلاثة ضرب اثنين ولاحظ أن الـ X وين جت؟ جت على الأس جت على الأس يعني اثنين أس X بهذا الشكل فبالتالي نلاحظ أن المتغير صار في الأس فإذا كان المتغير الأس فبالتالي هذه نسميها دالة أسية نسميها الدالة الأسية ورح نتعرف إن شاء الله على الدالة هذه عن كتب في الفقرة القادمة الدالة الأسية هي دالة مكتوبة على صورة Y تساوي A ضرب B أس إكس إذن أنا عندي دالة فيها Y اللي هي FFX A هذا بيكون معامل B أس إكس لاحظ وين صار المتغير صار على الأس في عندي شروط أول شيء أن الأساس اللي هو الـ B طبعا الـ B هذي احنا نسميها إيش؟ نسميها الأساس الـ B نسميها أساس وبالتالي أن الأساس ما يساوي واحد وأنه لازم يصير عدد موجب يعني ما يكون الأساس سالب إذن لا بد أن الـ B تكون أكبر من صفر والـ B لا تساوي واحد وأيضا المعامل ما يساوي صفر لأنه لو ساوي صفر صفر ضرب أي شيء خلاص يشطب على الدالة كلها فبالتالي أنا ما أبغاه يساوي الصفر فبالتالي رح نقول أن الدالة الأسية هي دالة يمكن وصفها بمعادلة على هذه الصورة وفق هذه الشروط فبالتالي هذه كلها تعتبر أمثلة للدالة الأسية الآن لو جيت في المثال الأول قلت لك مثل الدالة Y تساوي ثلاثة أس إكس بيانين وأوجد مقطع المحور Y وحدد المجال وحدد المدى يعني نشوف يعني خصائص هذه الدالة لو جيت أنا عبي أوجد اللي هو قيام الدالة فبالتالي أنا كل ما علي سوي أني أخمن قيم X نخمن قيم X ثم نحسب قيم Y فنختار قيم من X وقيم من Y فما رأيكم لو اخترنا للX مثلا الصفر وسالب واحد وسالب اثنين واحد واثنين وعوضنا في هذه الدالة طيب لما نجي يقول لك ثلاثة أس صفر أي شيء أس صفر هذا وش يساوي؟ يساوي واحد ثلاثة أس واحد هذا يساوي كم؟ يساوي ثلاثة ثلاثة تربيع هذا بيساوي تسعة لاحظنا الX هي الأس فبالتالي قعد أغير الأس لك الأساس ثابتة اللي هو ثلاثة ثلاثة أس سالب واحد الأس السالب وش يسوي؟ يقلب لي العدد فبالتالي تصير ثلاثة طيب ثلاثة أس سالب اثنين حتصير تسع بهذا الشكل الحلو جي تمثل راح أجد أنه إذا كانت الX صفر فالY واحد هذه نقطة اللي هي حقة الصفر وإذا كانت الX واحد فالY ثلاثة إذا كانت الX اثنين فالY تسعة تصير بهذا الشكل هنا حدنا ثمانية في الرسمة طيب وإذا كانت الX سالب واحد هذه بتصير ثلاثة وإذا كانت الX سالب اثنين فتصير تسعة فبالتالي لمن أجي أمثل هذه الدالة سأجد أنها جاية بهذه الصورة ستصعد إلى الأعلى بهذا الشكل تقطع Y هنا ثم تقترب من الX تقترب من الX هل تلمس محور X هذه الدالة؟ لاحظ أن أنا قاعد أقترب من X كلما رحت إلى إيش؟ إلى جهة اليسار يعني لو عوضت أنا مثلا بسالب 100 على سبيل المثال فبقول ثلاثة أس سالب 100 الأس السالب وإش يسوي؟ يقلب لي العدد فصير واحد على ثلاثة أس مية طبعا هذا رقم كبير مرة صح ولا لا؟ لكن واحد على رقم كبير مرة هل يساوي الصفر؟ ما يساوي الصفر وإنما يقترب من الصفر يقترب من إيش؟ يقترب من الصفر فبالتالي نلاحظ أنها مثل هذه الدالة لا تلمس محور X لا تلمس محور X وإنما تقترب منه فبالتالي لو جيت سألتك الحين وقلت لك ما هو مجال هذه الدالة؟ فبتقول لي والله مجال هذه الدالة؟ أسوي مسح من اليسار إلى اليمين نلاحظ أن المجال هو R المجال هو R إذن راح نقول أن المجال نكتبها هنا المجال هو R والمدى لو لاحظنا المدى راح يبدأ معي المدى من وين؟ يبدأ من هنا من عند الصفر ولكن ما يلمس الصفر وإنما اللي أعلى من الصفر أما الجهة السالبة هذه ما فيها مدى الجهة السالبة ما فيها مدى وبالتالي ش راح أقول؟ راح أقول أن المدى المدى هو من الصفر مفتوح إلى المالة نهاية وفي ناس يكتبونها هذه يسمونها R يعني فقط الجزء الموجب من R طبعاً الصفر ما تدخل معنا لذلك نضع الفترة مفتوحة فالR بلص لا تشمل الصفر أين تقطع الدالة محور Y؟ طبعاً تقطع الدالة محور Y عند النقطة هذه اللي هي صفر و واحد فهذه هو المقطع Y فبالتالي راح نقول هنا أن المقطع المقطع Y يساوي كم؟ يساوي واحد أيضاً جاء في الفقرة بي قالك استعمل التمثيل البياني لتقدير ثلاثة والصفر فاصلة سبعة الصفر فاصلة سبعة هي أقل من الواحد أقل من الواحد فنلاحظ أنها تقريباً ستكون أثنين و كسور أثنين و كسور لكن لو حبينا نتأكد ممكن نستخدم الآلة الحاسبة نقول ثلاثة أس صفر فاصلة سبعة بهذا الشكل وبالتالي شوف طلعت أثنين فاصلة خمسة عشر يعني بشكل تقريبي فإحنا يعني تمثيل البياني يعطانا لمحة عنها لكن بالدقة ممكن نستخدم الآلة الحاسبة بالتقريب نقول ثنين فاصلة ستعشر تقريباً ثنين فاصلة ستعشر طبعاً ما أحد يقدر أجيب بالرسم ثنين فاصلة ستعشر لكن تقديرياً قلنا هي فوق ثنين أو ثنين و كسور خفيفة نشوف الحين الفقرة تحقق من فهمك نفس الفقرة بس أعطاني على السبعة فأأخذ نفس الأرقام صفر سالب واحد سالب اثنين و واحد و اثنين سبعة و الصفر ستعطيني واحد سبعة و السواحد سبعة سبعة و السثنين تسعة و أربعين سبعة و السالب واحد ستصير سبعة و سبعة و السالب اثنين ستصير واحد على تسعة و أربعين لما نجي أمثلها أبضع اللي هو المقطع واي نفسه و بعدين راح أخذ عند الواحد ستصير عند السبعة هنا و عند الاثنين ستصير تسعة و أربعين مدري تشوفون انتو فوق يعني مرة ولا تسعة و أربعين بعد فوق الشاشة يعني خلاص ما عد فيه مجال لننا نلحقها و عند السالب واحد بتصير سبعة عند السالب اثنين واحد على تسعة و أربعين يعني أيضا كل ما لنا نقترب من إيش نقترب من الصفر فتنلاحظ أن الرسمة نفسها ولكن جايب يعني إلى الأعلى بشكل أسرع من الدالة اللي توه يعني الدالة اللي توه أخف منها هذه تذهب إلى الأعلى بشكل متسارع جدا طيب من حيث الخصائص هل في فرق بينها وبين السؤال اللي قبل لا نفسه المجال هو R والمدى هو R بلس أو ممكن نقول من صفر إلى ما لا نهاية ليش أنا أعطيك يعني حتى ال R ممكن أقولك أنا من سالب ما لا نهاية لموجب ما نهاية أعطيك أكثر من خيار بالنسبة للإيجابة لأن قد يأتي السؤال على شكل خيارات يكتب لك الجواب الأستاذ بالطريقة هذه وبالطريقة هذه تكون أنت عارف المقطع Y نفسه دائماً الدالة الأسية تقطع ال Y عند العدد واحد وبالتالي لو عوضت الآن بسبعة أس نص ويبغى سبعة أس نص فبالتالي سنجد أنه تقريباً هيكون يعني في الأثنين وكسور تقريباً فخلونا نشوف الآن هل هي فعلاً اثنين ونص تقريباً فخلونا نحسب إحنا سبعة أس نص سبعة أس نص طبعاً الأس نص هو جذر يعني أشكد كتب جذر فبالتالي يشوفوا اثنين فاصلة خمسة وستين تقريباً لو قربنا ستصير اثنين فاصلة خمسة وستين لأنها سبعة أس نص زي الجذر سبعة فبالتالي لاحظ مكانها فعلاً كانها أعلى من النص بشوي لو دققنا على الجواب إذن كل ما علينا إذا أردنا رسم دالة أسية أننا نقوم بتخمين قيم X ثم تعويض في الدالة طبعاً القيم X هذه تصير هي الأسس وأرسم الدالة رسمة الدالة الأسية دائماً تأتي بهذه الصورة نلاحظ أن من جهة ستنفجر إلى الأعلى بتروح إلى المالة نهاية بشكل سريع ومن الجهة اليسار سوف تذهب أو تقترب من الصفر يعني بهذا الشكل ننتقل الحين إلى المثال رقم 2 وراح نشوف دالة مختلفة هنا لاحظ معي أن الأساس صار أقل من 1 الأساس صار عبارة عن ثلث فهو أقل من الواحد وش اللي اختلف معاي في هذا الدالة بأخذ نفس القيم اللي هي صفر سالب 1 سالب 2 واحد والاثنين ثلث الصفر ثلث الصفر هذا يساوي 1 ثلث الصفر هذه ثلث ثلث تربيع 9 طيب ثلث الصالب 1 وش يسوي الأس السالب إيش أقلب لكية هتصير ثلاثة وعند السالب الثنين هتصير 9 يعني بهذا الشكل لو جينا نمثل عند الصفر الواحد النفس المقطع واي شوفوا معاي عند الواحد هتصير ثلث عند الاثنين تسع عند السالب واحد صارت ثلاثة وعند السالب الثنين صارت تسعة بهذه الصورة الآن ليش ما أعرف الآن سنرسم هذه الدالة سنرسمها بهذا الشكل لاحظة أنها تقترب من محور X إذن تقريباً هي نفس الشكل السابق لكن فيه اختلاف بينهم هو نفس الشكل هذا تقريباً ولكن فيه اختلاف فيما بينهم حصل لو جيت شفت المجال ما هو المجال؟ المجال هو R والمدى هو R و المقطع Y نفسه إذن نفس الخصائص المقطع Y يساوي واحد إن هي نفس الخصائص للدالة السابقة لكن فيه خاصية وحدة اختلفت فيما بينهم ألا وهي خاصية التزايد والتناقص نلاحظ أن في الدالة هذه كانت الدالة متزايدة لو أنت خدتها من اليسار إلى اليمين بينما في الدالة هذه لو أنت خدتها من اليسار إلى اليمين ستكون دالة دالة متناقصة دالة متناقصة فلذلك أيها الأخوة الكرام إذا كان الأساس أكبر من واحد سنسميها دالة نمو الس سنسميها نمو الس إذا كان الأساس أكبر من واحد وإذا كان الأساس أقل من واحد سنسميها دالة اضمحلال الس لأن نلاحظ أنها تضمحل أو دالة التلاشي أو اضمحلال ما نقول أنها تنتهي لأنها لا تنتهي هي تقترب من X وإنما تضمحل تتناقص ولكن ما تصل إلى الصفر قال لك استعمل تبثيل بياني تقدير قيمة ثلث السالب واحد ونص هذا الواحد ونص عندنا هنا فلو صعدنا حنجد أنها تقريبا بين الأربعة والخمسة تقريبا واحد نين ثلاثة أربعة بين الأربعة والخمسة حتكون قيمتها لكن لو حبينا نتأكد طبعا حنستخدم الآلة الحاسبة بقول أن عندي واحد على ثلاثة وقفل القوس وأرفع إلى أس سالب واحد ونص سالب واحد ونص فبالتالي هيطلع الجواب تقريبا يعني أزود من الخمسة يمكن الرسمي ما هو دقيق هيكون أزود من الخمسة يعني تقريبا هتكون هنا يعني بهذا الشكل لاحظنا أن نساوة 5.2 5.2 تقريبا 5.2 يعني على حسب الرسمي لذا ممكن أنت تستنتج الإجابة بنفس الطريقة لو حبينا نرسم دالة النصف أس إكس نفس الخصائص سالب واحد سالب اثنين وواحد واثنين نصف أس صفر حتتعيني واحد نصف أس واحد حتتعطيك نص نصف تربيع حتصير ربع نصف أس سالب واحد حتصير ربع وهذه بتعطيني أربعة لاحظنا الدالة هذه لما نجي أرسمها سأجد أنه عندي المقطع واي نفسه اللي هو عند الواحد وعند الواحد حتصير نصف عند الاثنين حتصير ربع وتتناقص بهالشكل عند الواحد حتصير أثنين وعند السالب واحد تعطيني أثنين وعند السالب أثنين بتعطيني أربعة فلما نجي أرسمها الآن سأجد أن الدالة جاية بهذا الشكل بهذا الشكل لو حبيت أيضا أني عند الثلاثة وعند السالب ثلاثة حتصير ثمانية مثلا فبالتالي هذا يعطيك يعني مؤشر حول الشكل أنها جاي وهذا الشكل طبعا هي دالة اضمحلال أسي لماذا قلنا اضمحلال؟ لأن الأساس أقل من واحد الأساس أقل من واحد فتكون دالة اضمحلال الآن قال لك قرب نصف أسالة بثنين ونص فبالتالي سالة بثنين ونص يعني حقيقة طلب شوية مهارة في الرسم أنك توجدها بشكل صحيح لكن لو حبينا أن نحسبها بالآلة الحاسبة سنقول نصف أو ممكن تكتبها نص على شكل كسر يعني على شكل عدد أشري أس سالب أثنين ونص سالب أثنين ونص ستلقي الجواب تقريبا 5.65 أو 66 يعني نقول 5.66 بهذه الصورة إذن هذه هي فكرة السؤال الأول أو المثال الأول والثالث الذي عرفنا من خلالها تمثيل الدالة الأسية بيانيا ننتقل الآن أخواني الكرام إلى تعريف الدالة الرئيسية الأمري دالة النمو الأسي نريد أن نشوفها مع بعض طبعا دالة النمو الأسي دائما يكون فيها الأساس أكبر من واحد المنحنة متصل شفنا ما فيه تقطعات متباين ينجح في اختبار الخط الأفقي مثل ما احنا شايفين ومتزايد لاحظنا لأن الأساس أكبر واحد ستكون دالة نمو فبالتالي ستكون متزايد المجال هو R والمدى هو R بلس وخط التقارب له هو محور X اللي تقترب منه ودائما الدالة تقطع محور Y وين تقطعها عنده الواحد بناء على هذا أيها الأخو الكرام سنأخذ الآن فكرة عامل النمو عامل النمو لاحظوا أن قيم F وفكس تزداد كلما زادت قيم X لأن الدالة زي ما قلنا أنها متزايدة يمكنك تمثيل الزيادة في قيمة ما بنسبة مئوية ثابتة شوف إذا أعطاك نسبة مئوية ثابتة كنسبة زيادة ممكن أن نستخدم دالة النمو الأسي هذه اللي هي دالة الزيادة الأسية اللي هي A ل T تساوي A في واحد زايداً R أس T حيث أن A هو العدد الأساسي اللي قبله الزيادة العدد الأساسي ال R هي نسبة الزيادة نسبة الزيادة وال T هو عدد مرات الزيادة عدد مرات الزيادة فبالتالي نلاحظ أن القانون A في واحد زايداً R الكل أس T بهذا الشكل دعنا أخذ المثال قال لك بلغ المعدل السنوي للنمو السكاني في المملكة خلال الفترة من عام 1425 إلى 31 3.2% تقريباً إذا كان عدد سكان المملكة الأساسي أعطاك هي عام 25 فأوجد معادلة أسية تمثل النمو السكاني لمملكة خلال هذه الفترة فبالتالي رح نقول أن المعادلة هي عبارة عن A ل T تساوي العدد الأساسي اللي هو A في واحد زايداً نسبة النمو أس T بهذا الشكل فبالتالي العدد الأساسي كم كان اللي هو 226 رقم جوال هذا سبعة ثمانية أثنين وبعدين ستة ثنين يعني لو حبينا نفصله أو نقرأه بشكل صحيح هنقول ميتين هنقول أنه عفواً هنقول أنه 22 مليون و 678 ألف و 262 و ضرب واحد زائد النسبة دائماً النسبة نكتبها على شكل عدد عشرية فأنا عندي ثلاثة في المية هي 0.032 نكتبها على شكل عشرية بهذا الشكل فبالتالي يصير 0.32 الكل أس T طبعاً هنكتبها الحين 22 مليون و 678 ألف و 262 مضروبة في 1.032 الكل أس T وتكون هذه دالة النمو وتكون هذه دالة طبعاً هذه A ل T يعني لو كنت أرى أبغى الزيادة بعد خمس سنوات مثلاً أبعوض T بكم؟ أعوض T بخمسة مثلاً وبالتالي رح أقول أحسب 22 مليون ضرب 1.032 الكل أس 5 إذن رح أعوض هنا في كم؟ في خمسة ويطلع لي بعد خمس سنوات كم يكون أدد السكان المتوقع بناء على نسبة الزيادة المطروحة إن شاء الله تكون واضحة لي الجميع نشوف أيضاً عندنا هنا مثال تحقق من فهمك ثلاثة قالك يتوقع أن يزداد انفاق عائلة بما نسبة ثمانية ونصف المية سنوياً إذا كان أنفاق العائلة عام 1430 هو 80 ألف ريال فأوجد معادلة أسية تمثل أنفاق العائلة عام 1430 أو منذ عام 1430 فبالتالي بنقول A لT تساوي المبلغ الأساسي 1 زائداً R الكل أس T بهذا الشكل المبلغ الأساسي كم كان؟ 80 ألف 1 زائد النسبة المائوية 8.5% أكتبها 0.085 أكتبها على شكل عدد 10 الكل أس T بعدها نجمع الواحد مع اللي جنبها ستصير 80 ألف 1.0 0.085 الكل أس T بهذه الصورة عفواً لكني زودت الفواصل وبالتالي تصير 0.085 الكل أس T يعني من سهولة السؤال تحمست معاه فإن شاء الله يكون سهل على الجميع بذلك يعني أخواني الكرام نكون بحمد الله تعالى نتهينا على الأقل من الثلاث فقرات الأولى ونترك الفقرات الأخرى للقاء القادم الآن لو جيت قلت لك ما هو المقطع وائل الدالة الأسية؟ المقطع وائل دائما يساوي 1 لأي دالة أسية؟ ما هو مجال الدالة الأسية؟ مجال الدالة الأسية ذكرنا أنه يساوي الـ R ما هو مدى الدالة الأسية؟ مدى الدالة الأسية هو R فبالتالي كلها سئلة سهلة قالك يزداد انتشار فيروس في شبكة حاسوبية بمعدل 25% كل دقيقة فإذا دخل الفيروس إلى جهاز واحد عند البداية فأوجد دالة أسية تمثل النمو في انتشار فيروس منذ البداية طبعا نحن نعرف أن عندنا في البداية دخل كم فيروس؟ قالك في البداية أنه دخل فيروس واحد إلى الجهاز إذن هذا هو العدد الأساسي واحد زائدا 25% الكل أستي وين الجواب الذي يمثل هذه النسبة؟ طبعا هو الجواب جيم كما هو ظاهر أمامنا وبذلك يعني نكون بحمد الله تعالى وصلنا معكم إلى نهاية المطاف أتمنى تكونوا استمتعتوا في درس اليوم والحديث بقية بإذن الله تعالى في لقاء قادم دمتم في رعاية الله والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته